أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتدويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه وأوضحة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيليين بنيمينة تنياهو ووزير المالية بسلعيلة سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير حول تهجير سكان قطاع غزة تثبت الأهداف الحقيقية لحرب الاحتلال وهي التخلص من سكان القطاع وتفريغه بالكامل